يا فوت الولاية منازلة معاك بميوها أسفر تطلعوها بميوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ ما ديني لستوت؟ يا عم كان أزرق إزاك يا عضي أبراهيم؟ ناجي باشا أطلع إزاك يا باشا؟ وحشنا؟ إيه؟ عطوا حضرني وأنت مبلون؟ من فرحتي، ده أنا مش مصدق عناي يلا، هيا ردو مك وتعالي، أنا مستنيك في اللومة حمامة، فين أيامك يا باشا؟ إنما سيادتك ما قلت ليش أحنا هنبدأ إنت يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدأ التمرين كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب نعرفها؟ وفي حد غير يا باشا؟ أيوه الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله أنت منور شرم حسام المصري؟ إبراهيم؟ إيه يا رجل والنابي النطة اللي أنت نطيتها في الأولمبياد دي؟ ده أنت كان شكلك عبيت قوي ما قد يزنك يا باشا أنا ماشي استنى عزيلا؟ يا باشا أنا مقعدش مع الأشكال دي في مكان واحد الواد ده لسان طويل وعليه النعمة هضرابه وأنا لحد دلوقتي تعمل إعتبار لوجود سيادتك شوف يا باشا، إحنا ما نتشطرش غير على بعض تب كنت تشطر على الواد الأمريكاني اللي خاد منك المدالية والله يا باشا لو تشوف منظره هو بيتضحج على الأرض تفتس على روحك مدحك ده أنا كنت أهموه يا ده هتغاب عليك يا لأ إيه ده أنت هتضربني ولا إيه؟ اخرس يا كلب انت وهو هتضربه بعض قدامي؟ آه ده براهيم خدامك يا باشا آه ده حسان آه هقعد فيك واحد واحد هنفصلة هنا ولا إيه؟ بداية يا بنيلة بنيلة زي والشكر هنلحق علي لفكرت اعتمد على عائل هبل زيوب اعتمد يا باشا علي وانت مغمط أنا سداد الشغلانة اللي أنا عايزكو فيها دي عايز رجالة طالما الشغلانة عايزة رجالة يا باشا هي ما هيعمل معنا إيه؟ شوف يا باشا شوف هو اللي بيجر الشكل إزاي وانا قاعد ساكت لا أنا راجل قاوي بتاع الأولمبياد واسأل شرم كلها على إبراهيم العزقلاني ده بيجو بتطلب ولو عايز تشوف الرجولة أوري هالك توريني يا قادي يا أهبل انت ناس اخر مررناك علقت موت انت عشان خدتيني على أخوانا بس لو راجل راجل وش الوش والمصحف اللي علم عليه اخرس يا كلم انت هو محدش يتكلم فيكم انا بس اللي اتكلم هنا عضرة باشا عضرة باشا عضرة باشا انا باشا لأجبه هل اقفى لأهربية أحضرت لأنا بس يا موز يا باشا بطعنا كلام سيبتك ايه بقى يا باشا الشغلانة اللي حضرتك عوزنا فيها بالزبط اول حاجة لازل تعرفوها الشغلانة دي ممنوعة فيها لأسئلة تماما مفهوم مفهوم يا باشا بس ايه بقى هي الشغلانة نفسها اللي ممنوعة فيها لأسئلة هتبضل طول عمرك غبي يعني الباشا بقولك ممنوعة لأسئلة برضو بتسأله مش هتقدم استقلتك من الوتيل قبل ما نمشي قدم استقلتك ما هتقدمت وتقابلت يا باشا اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكه باية قوي وانا افراقي يعني عشان نبدأ الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغاية برة حالة وإلا حنلاقي امن الوتيل كله فوق دماغنا ماشي يا باشا يلا بكباتي نوريني جمالنا اطتك احنا في الباركينج يا باشا قادي يزك يا باشا يا أستاذ يا أستاذ هم راحوا فين نعم هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا فيه تلاتة نايمين هنا ما حدش يصحيهم لا انا بتكلم على الاتنين التانين ابراهيم والود اللي كان معاه حسان ايوة حسام وابراهيم مالهم راحوا فين في الزمالة عاملين شغل ازاي الفل انت سلاموا عليهم انت مش خارج اذا بخصم عابري يا باشا ايوة باشا طالع الاول عالدفع بامتياز طيب ما تعانتش مويد لي ايه عشانا شو ما راح دا زميته في الكافتيريا يا باشا انت مالك انت انت إيلي دا خلك الباشا بيسألنا أنا هيكون لي يا باشا الوسايت عيانه الخامس والسادس والسابع ولاد الأسادزة ولاد الأسادزة ولاد الأسادزة انت كنت عايز تتعاين معيد إبراهيم عاوز الحق يا باشا قلت أحسن إن جات منهم وإيه حكاية الطالبة اللي زبطوا معك في الكافتيريا دي دي عالم من نفسنا يا باشا جواها سواد وغل بعيد عنك دي بقى ضربة النجاح اللي بيولوا عليها ضربة نجاح يا فاشل قد جنزك في الجرنان وعليها صورة قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحة إبراهيم العزالاني يا باشا أنا معرفهاش البت كت قاعدة في الكافتيريا وداخل وما فيش غير أنا وهي أسيبها تفايص؟ قعدت دلك لها رقابتها وعمل لها تنفس الصناع فجأة روح داخلين عليها واخديني على أمنك كلية لعبة ومعمول عليها يا باشا اه غاوي انت تنفس الصناع يا براهيم هو مش موضوع غاوي بس حدقتك حط نفسك مكاني لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي إيدك تنقذى هتسيبها تموت يا باشا أكيد هتعمل لها تنفس الصناع ونظام ده لو فاطس هتعمل له تنفس الصناعي برضو لها دي تغور في ستين داهية ده أنا لعمل تلا التنفس الصناعي نفس أنا اللي تقاتع حسنا انا شايفت حاسب بس احنا ماشيون ببطء شوية كان ممكن نعمل شغل أحسن من الجد بس انت أهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديدة ايها وتفرج على نفسك بقى اقول لي انت بتاكل لحمة قد ايه؟ كيلو في اليوم كم؟ كيلو كيلو وده بقى مستورد ولا بلا دي؟ انا عارف هلو بتحطي قدام البزيحة لا طالما كده بقى ألفة هنا وشيفة ومطرح ما يسري امرأة بوكبات يالله كامل اونش بص بقى انا هسيبك شوية خمس ذا كده ورجعلك اوكي اكتا ماشي؟ يا باشا ساعتك تؤمر ساعتك بس بعتولي في الجيم هنا لموتت اسبوعين وانا هرجعهلك بطل عالم في كمال لك ساف مش هتعرفوا ساعتك خالص الله يخليك عارفك يا باشا انا مابلش عندي اي حد في الجيم كل اللي عندي ولاد ناس كبار ناس بشوات زي حضرتك يعني الله يخليك يا باشا مع السلامة